اشتركوا في القناة بمدرسة اتكو التجارية محافظة البحيرة وموجه اول محافظة سابقة مرحبا بكم ابناء وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني التجاري نظام الجدارات مهنة فني مبيعات مهنة فني مبيعات وحدة التسعير وحدة التسعير اخذنا قبل كده حصتين النهاردة بنطبع على اللي احنا شرحناه اللي هو حل مرفق واحد اهو من دليل المعلم على التسعير مرفق واحد اختبار تحريري لتحديد سياسات وطرق التسعير تمام كبه فني مبيعات ترم اول الصف الثاني جدارات الحصة الثالثة حل مرفق واحد على وحدة التسعير من دليل المعلم على بركة الله السؤال الاول بوليه اكمل مكان مقط بكلمات مناسبة اكمل مكان مقط بكلمات مناسبة واحد تتأثر سياسة التسعير بمدى توافر يبقى الموارد المالية للمنشأة ووفرة الموارد البشرية هم اتنين موارد مالية وموارد بشرية طيب ايه هو السع شرحه في الحصة الاولى هو قيمة ما تساويه السلعة مقاسا بوحدات النغض المتفق عليها طبعا السلعة والخدمة قيمة ما تساويه السلعة والخدمة مقاسا بوحدات النغض المتفق عليها ثلاثة من طرق التسعير القائم على السوق التسعير لاختراق السوق والتسعير لكشت السوق أربعة من أهداف التسعير طيب واحد التسعير من أجل البقاء اثنين من أجل زيادة الأرباح الحالية ثلاثة بهدف زيادة الحصة السوقية خمسة العوامل المؤثرة لتحديد الأسعاء عوامل داخلية من داخل المنشأ وعوامل خارجية من خارج المنشأ السؤال الثاني اختر الكلمة المناسبة من بين الأقوى الساء بيقول لي هنا ايه بقى؟ طيب من العوامل الداخلية المؤثرة على تحديد الأسعاء الداخلية المحددة أو المؤثرة على تحديد الأسعاء طيب يا طرى بقول لي الطلب ولا المنافسة كاتب لي ولا المواد ولا قنوات التوزيع أولا هنا مش المواد هي الموارد الموارد ده يبقى من العوامل الداخلية المؤثرة على تحديد الأصعاء ماشي لأن الطلب ده عوامل خارجية والمنافسة عوامل خارجية وقنوات التوزيع عوامل خارجية إنما الموارد ده يبقى صح كلمة الموارد مش المواد اثنين من طرق تسعير السوق التسعيري على أساس السلعة ولا التكلفة ولا العميل ولا الطلب اللي اسمها العرض والطلب تلاتة تستخدم لتسعير المنتجات الجديدة المنتجات جديدة سياسة شو مكتوبة النهاردة بالقافة قشط بالقاف أو بالكاف قشط السوق سياسة قشط السوق ما شو قلنا يعنيه قشط السوق اللي هو تحديد سعر مرتفع في البداية لتحقيق أعلى معدل عائد من الأرباح بعكس اختراق السوق تحديد سعر مرتفع إبقى قشط السوق ولا الاحتكار ولا المنافسة الكاملة ولا التكلفة الفعلية قشط السوق السؤال الثالث صل من المجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة به وصل من ألف ومن به عندي أربع حاجات في ألف وأربع حاجات في به هنا بيقولي ألف من أهداف التسعير لو بصنا في نمرة ثلاثة به من أهداف التسعير تحقيق استقرار المبيعات به من طرق التسعير القائم على السوق واحد اتباع القائد سياسة اتباع القائد ومقصود باتباع المشروع القائد اللي هو بيحتلل ليه المرتبة الأولى في السوق يبقى من طرق التسعير القائم على السوق واحد اتباع القائد هنا تلت حاجة من العوامل الخارجية المؤثرة في الأصعاء العوامل الخارجية اللي المنشاة ملاجي دخل فيها بص اتنين القوانين والقرارات الحكومية طيب أربعة هنا همية السع ما له همية السع بيؤثر على تسويق السلعة الربعة بتاخد أربعة الوثيء بتاخد أربعة السؤال الرابع والأخير واللي ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ فيه كل مما يأتي واحد من العوامل المؤثرة على تحديد الأسعار الأحوال الاقتصادية العامة قلتها صح؟ عبارة صحيحة سألت قلت التضخم والانكماش وماشي وأي عوامل يحكمها العالم أي عوامل الاقتصادية عامة طيب اتنين مستوى التكنولوجيا المتوفرة مستوى التكنولوجيا المتوفرة في المنظمة أحد العوامل الهمة المؤثرة في السياسة الأسعار العبارة صحيحة ثلاثة من أهداف التسعير القدرة على الاستمرار في المنفسة العبارة أيضا صحيحة إبا ثلاث عبارات صحيحة بكده نكون حلينا مرفق رقم واحد في دليل المعلم تمام؟ في مهنة فن مبيعات وحدة التسعير كان معكم الأستاذ حسن حسن من رمو كبير معلمين مواد تجارية في مدرسة إتكو التجارية محافظة البحيرة وموجه أول محاسبة سابقة نترككم في معاية الله وأمنه اشتركوا في القناة